اشتركوا في القناة والدكتور إبراهيم حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة تطوير القطاع العام من الجامعة الأردنية وعلى شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عمل أستاذا مساعدا سابقا لدى جامعة الإسراء وجامعة جدارة يعمل خبيرا ومدربا دوليا معتمدا لعدة جهات محلية ودولية في مجال الإدارة وتصميم الاختبارات القيادية المعاصرة نرحب باسمكم بضيفنا الكريم ونفسح له مجال الحديث فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يشرفني أن أكون بينكم في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى مع ثلة ونخبة طيبين مباركين ونسأل الله تعالى أن ينفع بنا جميعا فيما يطرح وفيما يقال الحديث حول منهج تطوير الأفكار وإسقاطه على المؤسسات وهذا متطلب لازم في عصر يتسارع في التغيير وكل إنسان بل كل مؤسسة بل كل دولة مطلوب منها أن تمتلك خاصيتين أساسيتين لا ثالثة لهما حتى تستطيع أن تواكب هذا التطور السريع والتغيير المتسارع الخاصية الأولى هي الذكاء والخاصية الثانية هي السرعة طبعا لا نريد أن نتكلم عن مقومات مقومات تحيط بتلك الخاصيتين كثيرة منها الرسالة والرؤية والمصداقية وغيرها لكن هذول الخاصيتين الأساسيتين من امتلكهما اخترق هذا الحاجز واستطاع أن يتجاوز البيئة المحيطة به لا يوجد في قاموسنا بيئة تتحكم يوجد بيئة تؤثر لكن بيئة تتحكم لا يوجد لو كان الأمر متعلق بوجود بيئة تتحكم لأصبحنا جبريين البيئة أجبرتنا البيئة تتحكم بنا لكن يوجد إنسان يستسلم أمام تلك البيئة بيئة تتحكم ما فيه أما تؤثر نعم ومعدل تأثير البيئة الخارجية المحيطة بنا لا يتجاوز 25% لكن معدل تأثير انفعالاتنا الداخلية مع تلك البيئة تتجاوز 75% إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآن ذكاء بدون سرعة ما بنفع سرعة بدون ذكاء ما بنفع هذول الخاصيتين لابد أن يكونوا متلازمتين مع بعضهم البعض ونسقطهم علينا كأفراد وكمؤسسات وحتى في إدارة الدول والمجتمعات المحيطة بنا لذلك لما نتكلم عن منهج التطوير هو لابد أن يكون ملازم لامتلاك هاتين الخاصيتين مع تغير الظروف والأحوال يعني من تغيرت معه الظروف والأحوال ويمتلك هذول الخاصيتين يكون قادر على اختراق هذه الظروف وتجاوزها فيصبح هو المؤثر بها ويصبح هو المتحكم بها ولن تكون هي المتحكمة بي إيش معنى المؤسسة الرائدة المؤسسة الرائدة التي تمتلك هاتين الصفتين هي المؤسسة دائمة التطور والحيوية والحركة وفي كل عام أو موسم لديها جديد مبهر مبهر يلفت الأنظار ويعزز الثقة بالمحيطين سواء كانوا الخارجيين الذين يترقبون صورتها أو العاملين الذين ينتجون من داخلها تحقق لهم الإبهار وهذا الإبهار هو عنصر مهم جدا لتثبيت الناس الذين يعملون بغض النظر سواء كان العمل تطوعي ولا ربحي ولا إلى آخر من هذا العمل لم يسبقها إليها أحد بالتالي هذا الأمر يقدم سمعتها ويجعلها قدوة بين المؤسسات إذن التطور الدائم والحراك الدائم مهم جدا في حياة المؤسسات حتى لا تصل إلى قمة وتنهار حسب نظرية ابن خلدون رحمه الله تعالى يوم دخلت على جامعة آل البيت أول مرة بدخل فيها جامعة آل البيت قبل حوالي 15 سنة تقريبا دخلت على بوابة الجامعة تمثال ديناصور هذا التمثال للديناصور أنا قلت معقول يعني عوامل التخلف عفوا مظاهر التخلف تكون على بوابة مؤسسات التقدم ومؤسسات التعليم ومؤسسات الحضارة لكن لما نظرت إلى أسفل التمثال مكتوب من لا يتطور ينخرط طبعا هو مش التطور الدارويني المقصود لا وإنما هو التطور المهاري التطور الفكري التطور الذهني العضلات الجسدية مطلوب من نطورها مثل ما هو مطلوب أن نطور أيضا العضلات الذهنية هناك نموذج هو بروتش مدخل لأجل أن نعرف من أين نبدأ في عملية التطوير وأين ننتهي في عملية التطوير ودائما كنا نعاني من مشكلة أنه هناك غزارة في الأفكار غزارة في الأفكار لكن لا يوجد إنتاج وفاعلية وتنفيذ لتلك الأفكار فهذا النموذج يعطينا ربط تلك الأفكار المبدعة بكيفية أن تكون واقع عملي داخل مؤسساتنا أولا لا بد على القائمين على أي مؤسسة أن يدركوا أهمية التطوير بعد ما يدركوا أهمية التطوير سيكون عندهم قابلية لتطوير الأفكار وبالتالي ننطلق إلى خطوة ثانية وهي إنتاج أفكار للتطوير وهناك عنا أربع أدوات أساسية لإنتاج هذا الأفكار الأداء الأولى هي قراءة الواقع المؤسسي يعني ما بدي أنتج أفكار لمؤسسة لا تستطيع أن تحمل تلك الأفكار عبث سيصبح هدر وضيع وقت أريد أن أحدث فرشة مؤسسية لمؤسستي وأشوف وين الثغرات الموجودة في مؤسستي وإلى أي مدى أن تلك الثغرات قادرة تزديدها حتى أن هذه الأفكار يمكن أن تكون فعلا قابلة للتنفيذ أما نظل ننتج أفكار ننتج أفكار بصير عنا سرطان ذهني بصير عنا تورمات في الفلسفة تورمات في الكلام فقط ما في أفعال لأنه فرشة المؤسسة مخرومة يعني ننتج أفكار هذه الأفكار غير قابلة للتطبيق فمنصير متفلسفين على بعضنا البعض وفي هناك أربع مستويات مهمة للتمايز بين الناس أربع مستويات مهمة للتمايز بين الناس والدول والمؤسسات كمان المستوى الأول منسميه يعني فيه ناس فقط شغل منسميه هذول الوتاوتة حسب نظرية ديمينك وهو عالم الجودة يعني أبو الجودة منسميه هذا اللي بدكتب أي بحث في الجودة مش جايب فيه سيرة ديمينك منقوله بحثك ما لقيمه ديمينك حسب دراساته أن نسبة هؤلاء الناس والمؤسسات والدول 87% اللي شغل إيش؟ وتوتا واليوم اللي بدروح على التويتر والفيسبوك والسوشال ميديا مليان وتوتا بتصنع ثقافة؟ ما تصنع بتصنع مهارة؟ ما بتصنع أنت تنشغل بفراغ الآخرين وتشتت نفسك من فرد لفرد 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 لحظة بتقرأ عن الطبخ بعدين بتقرأ عن الدعاء وبعدين بتقرأ عن فضل التسبيح وبعدين عن الذكر بعدين واحد بعطيك مهارة استراتيجية بعدين واحد بانقلك أنت بتشتت نفسك بالحالة هذه ولذلك من لم يضبط نفسه سوف يعيش في فراغ الآخرين ويضيع وقته في فراغ الآخرين هذول الوتاوتة نسبتهم كم؟ 87% أما اللي عنده وات واي الآن هذا المستوى الأعمق يعني بيسولف وبتكلم بس فاهم شو بيحكي عنده يعني بعد وعمق شو بيحكي هذول نسبتهم 10% هؤلاء ليس من السهل أن تأتي بهم يحتاجون إلى أن تقنعهم حتى تأتي بهم هذول بيسموهم أتباع بس مالهم مبصرون يعني يبصرون ويتبصرون بيقول لك أنا ممكن آجي معك بس فهمني اقنعني الصنف الثالث وات واي هاو عنده وات وتة وات وعنده واي قناعات وعنده مهارات بس مش متحرك عنده أدوات بس مش مستثمرها هذا الصنف يسمى قائد خامل يعني قاعدة بس خاملون لو يتحركوا بيحدثوا حالة غير عادية الصنف الرابع وات واي وهاو وير شو يعني وير يعني عنده نظرية وعنده قناعة وعنده تولز ومقومات ومهارات وأدوات وبتحرك باتجاه النقطة التي يريدها عنده نموذج عنده موذل أصبح الآخر ينظر له على أنه مرجع في ما يسمى اليوم بست براكتسز يعني أفضل الممارسات أصبح اليوم هذا يشكل حالة قدوة ونحن كما ننظر للفرد القدوة نريد أن ننظر أيضا للمؤسسة القدوة المؤسس القدوة لابد أن يكون واقع المؤسسة ما له غير مخروم مش مثقوب وتحاول تسدده قدر الإمكان واللي بدي يقول وات بدي ينقلني لوين لوين يعني أنت مش مجرب منك تيجي تقول عليكم أن تفعلوا عليكم أن تفعلوا طب إيش أعمل شو أعمل كيف ويعطيني نموذج خلينا أقتدي فيك لذلك هذا الذي يشكل حالة القناعة المهمة وهون يا جماعة في نقطة مهمة جدا في التأثير الاستراتيجي متعلقة بأنه أنا أحيانا قد أتفلسف وأتكلم كلام مبهر حتى عند الغرب اليوم قاعدين بيطلقوا عليه هذا بسموه Art of Wow بيطلع لك على الستيج وبتكلم مبهر Wow الناس بصير Wow إيش هذا الكلام لكن إيش إيش البعد المتعلق بالمحتوى وين محتوى هذا الشخص هل عنده محتوى عميق اللي هو How وهل عنده موديل أستطيع أن أقتدي فيه حتى إني أنظر له نظرة قدوة كفرد كمؤسسة كدولة هذا ما نسميه الدخول في العمق الاستراتيجي والتأثير الاستراتيجي الأداة الثانية من الأدوات اللي هي تعظيم قيمة القائم يعني عندنا في مؤسساتنا هناك مقومات موجودة بس إحنا مش ملتفتين إلها ولها أثر وأثر غير عادي لابد أن نعظم قيمة هذه المقومات طب كيف نعظم؟ في هناك أداة الأداة الثالثة لتطوير الأفكار اللي هي التخفف المؤسسي بدنا نحلق ولما بدنا نحلق ونكون مثقلين كيف سنحلق؟ قد نحلق لكن ارتفاعنا لن يكون مرضي أو سنخشى أن نرتفع أكثر وكل من جاء يطرح لنا مشروع يرفع قيمتنا سنخشى أن نتعامل مع هذا المشروع ونحلق أكثر بدنا نتخفف تخفف مؤسسي أما الأداة الرابعة وهي التطلع المستقبلي كيف أننا أحدث حالة التطلع المستقبلي؟ كل هذه الزوايا تطور الأفكار وتحدث حالة تطوير غير عادي الآن ستتزاحم علينا الأفكار البعض عندما تتزاحم عليه الأفكار يعجز من أين يأكل الكتف ومن أين ينتقي وما هي الفكرة الأكثر جدوى والأكثر انتاجية وفاعلية فنحتاج إلى أن نسقط تلك الأفكار بهذا الكم إلى مصفوف ما نسميها مصفوفة أولويات التفكير حتى نقول ما هي الفكرة الأولى والأهم والأفضل والتي سترفع من قوتنا والتي ستنسجم مع إمكانياتنا بدنا نتجاوز طور الأفكار الفلسفية إلى طور الأفكار العملية الفعلية الحقيقية ثم نسقط تلك الفكرة على نموذج من نسميه نموذج العمل الرياضي وهذا النموذج له تسع نوافذ تفكير تسع نوافذ تفكير يعني إحنا قاعدين من دخر العقل البشري إلى مسارات تفكير محددة حتى لا يشطح ذلك العقل البشري ما في وقت للشطح يا جماعة ما في وقت للشطح ترى في فرق بين مصطلح الشطح والإبداع شطحة أبدعة شطحة يعني خرجة من الصندوق لكن ما عرف يرجع خرجة من الإطار لكن ما عرف يرجع لكن أبدعة طلع راسه برة وجسده ظل جوه جوه المؤسس فيأتي بالأفكار من برة وينفذها في داخل تلك المؤسس لذلك هذه كلها تعتبر مسارات لأجل أن نوفر الوقت ونوفر الجهد ونوفر التكلفة ونوفر مضيعة الوقت في الحديث الذي لا طائلة منه وبعد ذلك يكون هناك جدية في عملية المتابعة هذا نموذج العمل هذا هو المدخل الذي يمكن أن ندخل منه من الألف إلى الياء لتكون أفكارنا حقيقية مو أفكار فعلا فلسفية الآن لندرك أهمية التطوير هذا الرجل اللي أمامنا اسمه جاك ولش وجاك ولش هو رئيس جنرال إلكتريك لغاية سنة 2001 الآن هو رجل ثمانيني لكن مش جالس في البيت بسنة 2008 كانت أمريكا متوقعة أن تكون جنرال إلكتريك كأضخم شركة في العالم وهي شركة وطنية مملوكة لأمريكا أن تنهار ولذلك أعدوا العدة في كيفية إسناد تلك الشركة لأن سمعة أمريكا ستكون في مهب الريح لو انهارت تلك الشركة لكن تفاجأوا أن تجاوزت تلك الشركة الأزمة 2010 انتظروا متجاوز الأزمة وتحقق أرباح وكالعادة بل زيادة شركة فيها خمس تلاف فرع في العالم يعني مديرها مسؤول عن خمس تلاف مدير ولذلك من سمي جاك وليش هذا الرأس الذي يفكر بخمس تلاف رأس فتساءل أوباما قال إيش اللي صار مو هذه الشركة كان متوقع عنها دروب يعني تنهار قالوا هذا يعني ببركة جاك وليش إيش سوى جاك وليش هذا شو عمل جبوليه فجلس جلسة طويلة مع جاك وليش وفي واحد ألف كتاب لطيف جدا اسمه رسائل مفتوحة للرئيس الأمريكي يعني كل رئيس أمريكي فيجي في هناك مجموعة نخب اقتصاديين استراتيجيين سياسيين بيئة جغرافيا جيوسياسي كل واحد بعطي الرئيس الأمريكي نصائح للمرحلة القادمة فجاء هذا جمعهم في كتاب سمى الكتاب رسائل مفتوحة للرئيس الأمريكي يعني ما تعب ولا بتأريف ولا كلمة وأصبح الكتاب من الكتب التي توجه السياسة العامة كتب خطيرة وحساسة هذا هو الذكاء وهذا هو السرعة في الوصول آه فكان جاك وليش من بين الناس الذين رسلوهم تلك الرسائل قال له ايش اللي سويتو طبعا هو اساوي استراتيجيات كثيرة جدا الكيس طويلة في عنا هناك كيس استادي بسموه دراسة حالة على جنرال إلكتريك بالذات بطلها مين؟ جاك وليش قالوا شو اللي سويت انت قالوا انه انت يعني رغم انك تقاعدت بعد 2011 بعد 2001 الا انه جنرال إلكتريك استطاعت ان تبقى صامدة بغض النظر عن البيئة المحيطة إذن البيئة تتحكم ولا تؤثر؟ تؤثر لكن ما تتحكم أما انفعالاتنا المؤسسية هي التي تجعلنا قادرين على تجاوز ذلك التأثير السلبي من البيئة قال له انا سويت استراتيجيات لو سوتها اي مؤسسة يمكن ان تحقق حالة نهض وان تحصن نفسها شو هي الاستراتيجيات؟ من هذه الاستراتيجيات؟ من هذه الاستراتيجيات؟ أعطيكم مثال احنا كإدارات منشغلين في العمل اليومي وفي العمل الأسبوعي وفي العمل الشهري وكيف بدنا ننفذ الخطة؟ لكن أحيانا تحدث لنا أزمات لا نعلم عنها لابد من تأسيس فريق سماء initiatives corporate group فريق المبادرات المبدعة والذكية هذا الفريق هو عبارة عن نخب نعرفها نجمعها في فريق وليس لها اي تفاعل يومي في العمل اليومي تبعنا خاصرتهم مرتاحة يعني خاصرتهم مرتاحة هذا الفريق يفكر لنا ويفكر عننا في كيفية تجاوز الأزمات التي نعيشها مو احنا منشغلين بالعمل اليوم وبرضو بنفس الوقت منفكر في الأزمات طيب شو كمان؟ قال عملت استراتيجية سميتها work out strategy شو يعني work out ايش يعني work out لا work يعني عمل out برة يعني عمل برة خارج استراتيجية المرسومة ايش يعني العمل الذي لا يضيف قيمة الموظف الذي لا يضيف قيمة بتعطيه فرصة لكن بعدين اللي سمناها احنا اليوم استراتيجية التخفف لو لم تكن جنرال الكتريك متخففة لما استطاعت ان تتجاوز وان تقفز المطب وتحلق لتقفز المطب العالم 2080 قالوا شو كمان؟ قال انا لما حسبت معدل اعمار المدراء الموجودين في جنرال الكتريك وجدت المتوسط العمري 54 سنة ونحن مقبلون على الألفية الجديدة تقنية التقنية قاعدة الآن تغزو العالم واذا لم نواكب تلك التقنية ستتراجع جنرال الكتريك طب اروح اروح الخمسة الاف مدير هذا مو حل هذا طيب شو عملت يا جاك ولش قال جعلت لكل مدير معلم من الشباب عمره لا يتجاوز 24 سنة وحتى اكون قدوة جعلت لنفسي معلمين من الشباب يعلمون كيف ندخل التقنية كيف نتعامل مع السوشال ميديا احنا الواحد عنده صفحة فيس وصفحة تويتر وعنده انستجرام وواتس أب مبسوطين احنا في هناك خفايا وخصائص وفيتشرز لا يعرفها الا هذا الجيل انا ما بدي اجي حطه والله لا بدي استوعب طاقة هذا الجيل واستفيد من طاقة هذا الجيل هذا الجيل اي مشروع يعيش حالة كبوة هم يشكلون حالة نهضة لهذا المشروع مش بالضرورة يجي ويصير قائد لهذا المشروع لا وانما يستفاد من طاقته وتستثمر تلك الطاقة بشكل او باخر استراتيجيات كثيرة ذكرها جاك وليش لكن اللي بدخلص له انه عنده نظريات غير عادية وهذه النظريات صائبة شوفوا هذا الكلام اللي يتكلم فيه جاك وليش امامنا ولخص مسألة مهمة جدا تتحدث عما نتحدث عنه اذا كان معدل التغيير في الخارج يفوق معدل التغيير في الداخل فالنهاية باتت وشيكا مرة ثانية ايدها اذا كان معدل التغيير في الخارج يفوق معدل التغيير في الداخل النهاية باتت وشيكا إذن التطوير والحراكة دائم مهم جدا لمواكبة ما يحدث في الخارج ولذلك مفهوم التطوير اللي متكلم عنه هو التحسين وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة كيف أنه نحن اليوم نعمل توفير كيف نعمل توفير في الجهد في التفكير في الذهن في مضيعة الوقت حتى نصل فعلا للأشياء الحقيقية وفي عالم آخر عجيب طبعا ما راح أقدر أخوذ بالنموذج لكن أعطيكم بريف عام هيك ها بريف عام خلال هذه العجالة اللي بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى نسأل الله تكون ثريب جرينهرز لايف سايكل موديل زي ما للفرد دورة حياة للمؤسسة أيضا في دورة حياة وللدولة في دورة حياة وترى اليوم كثير من الدول التي انهارت والتي رأيناها تغيرت خارطاتها السياسية نتيجة أنها لم تفقه معنا دورة الحياة وهون دورة الحياة قائمة على محورين مثل ما احنا شايفين أمامنا المحور الأول عمر المنظمة المحور الأفقي عمر المنظمة يعني منظمة عمرها عشرين سنة هاي منسميها منظمة ناضجة منظمة ناضجة هذه ناضجة يعني عندها حكمة والمحور العمودي size of organization حجم المنظمة الحجم يقاس بعدد الموظفين أحيانا الحجم يقاس بعدد الموظفين والمتطوعين وبعدد الموظفين والمتطوعين وحجم انتشار المشالية فهذه معايير الحجم والمدى الجغرافي الذي تشتغل عليه المنظمة هذا له علاقة بالحجم أحيانا بيكون بعض منظمات عابرة للحدود لكن عدد موظفيها قليل هذا متعلق أيضا بالحجم لذاك لاحظوا الآن في عندنا شيء بسموه كل تطور يعقب أزمة كل تطور يعقب أزمة كل تطور يعقب أزمة فإذا كانت المنظمة تتطور ولا تحسب حساب للأزمة القادمة شو بصير عندها زي ما احنا شايفين شو بصير عندها دروب انهيار تطور ثورة اليوم التطور التقني أعقب ثورة ولا مو أعقب ثورة أعقب ثورة اللي حسبوا حساب لتلك الثورة تجاوزوا الأزمة اللي ما حسبوا حساب غرقوا لذلك إحنا لما نتكلم عن هذا الأمر الآن ما في مجال آجة أتكلم عن تفاصيله لكن عندي ما لا يقل عن ست مراحل لدورة حياة أي منظمة ست مراحل كل مرحلة إلها حالة تطور ولها أزمة لابد أن نكون حاسبين حساب للتطور والأزمة نحن من يحدث ذلك التطور ونحن من يتعامل مع أزمة ذلك التطور هذا مهمة غاية في الأهمية لذلك لاحظوا هذا هون صدقت نظريتي بن خلدون رحمه الله تعالى إنه القمة هي بداية السقوط فعلا القمة بداية السقوط وقد تكون قبل أن نصل القمة نسقط إذا لم نحسب حساب الأزمة التي تعقب تلك القمة هذا معنى نظريتي بن خلدون آخر مرحلة بسموها كرايسيس أوف آيدينتيتي اللي هي أزمة الهوية أزمة الهوية طيب كيف نتجاوز أزمة الهوية؟ شوف الاستراتيجية اللي هي النمو من خلال التعاون طيب حتى ما نقع بأزمة الهوية شو نعمل؟ شو نعمل؟ لابد أن نولد حالة تطور جديدة اللي ما بيعيش حالة تطور دائم سوف يبقى يعيش ويغرق في أزمته التي تكون في واقعه الحالي هذا بالنسبة للأهمية لا لو نيجي نأخذ أحد تلك الأدوات المتعلقة بإنتاجه وتطوير الأفكار لو أخذنا أداء من هذه الأدوات مثلا أول شي قراءة الواقع المؤسسي كيف نقرأ الواقع المؤسسي؟ خلونا نوقف عند هذه الأداء ونقفز عن باقي الأدوات لأن هذه الأدوات عبارة عن كورس يعني دورة تدريبية تحتاج لتطبيقات إدراك الواقع المؤسسي قائم على خارطة بنسميه خارطة النظم systematic model نموذج النظم بتعرفوا شو مشكلة عندما يكون أناس يعملون عملا جماعيا وعلاقتهم دائما في خلاف مستمر شو المشكلة؟ المشكلة الأساسية غياب نماذج التفكير المجمع عليها طيب هل إحنا نحط البشر في قوالب ولا نخلي العقل البشري ينطلق لا هو العقل البشري منطلق لكن لما يجي الواحد فينا يتحدث عن أفكاره لابد أن تكون مقولبة أما أنت الآن فاهم أفكارك التي تكلمت عنها عرفت كيف تصل لتلك الأفكار لكن غيرك ما اجتهد الاجتهاد الذي اجتهدت أنت فبمجرد أن تطرح أفكارك لن يستوعب عليك لابد أن تقولبها مشكلتنا في غياب النماذج طب أحيانا تحضر النماذج وين بصير المشكلة؟ بصير المشكلة في تفسير تلك النماذج ولذلك زي ما فيه أنه عندي هناك نموذج فيه مفتاح لقراءة النموذج يعني بعضنا أحيانا عنده نماذج تفكير لكن مفتاح قراءتها مش موجود عنده يستمر الخلاف يستمر الخلاف والخلاف الذي قد يولد تصدع أحيانا لكن الذي يأتي بنموذج تفكير وعارف مفتاح قراءته سوف يتلاشى الخلاف قدر الإمكان ولكن يبقى الأمر في كيفية الآن التعاطي مع الأفكار الناتجة عن النموذج هذا مثلا نموذج أمامنا اسمه Systematic Model نموذج النظمي من خلاله نستطيع أن ندرك الواقع المؤسسي ونقرأ بيئتنا المؤسسية ولاحظوا منقسم إلى خمس عناصر أساسية العنصر الأول متخلات العنصر الثاني عمليات العنصر الثالث مخرجات العنصر الرابع تغذية راجعة العنصر الخامس البيئة إذن نحن نسنا بمعزل عن هذه البيئة المحيطة فينا طب المدخلات مثل إيش العاملون اللوايح والأنظمة مواقع المؤسسة التمويل والمعلومات هذه المدخلات طب العمليات مثل إيش ضمن مصطلح منسمي Post Corp Post Corp LP Planning تخطيط عمليتك في عندك خطة تنظيم Organizing هذه الخطة مفرغة Supervising إشراف هل في هناك إشراف على الخطة طب لما تتغيب الخطة عليش منصير نشرف يا جماعة عليش منصير نشرف غابة الخطة عليش منشرف على بعض ما مين حضر مين غاب مين إيجا مين التزم مين قام بالدور مين ما قام بالدور لكن لما تكون الخطة موجودة يصبح الإشراف على الخطة الخطة سكة الخطة مسار غاب المسار في عند directing توجيه انحرفنا طب إذا ما في مسار كيف بدي أعرف أننا أنا انحرفت الناس بيقولك أنت في مسار منحرف طب قنعني طب كيف تحكم أنه مساري أنا منحرف وفيش خطة تشتكة يعني أو أنه في خطة بس محدش ملتزم فيها هذهك الساعة نعرف أنه فيه انحرف على المسار طب التوجيه إيش يعني رد الناس للمسار لوين؟ للخطة أما منصير نرد الناس لمساراتنا المزاجية والذاتية مش توجيه هذا أصبح هذا أصبح إدارة بالمزاج أما لما تكون خطة حاضرة هي أفضل معيار التقييم القيادي مش لأنه الشخص فلان هو مسؤولنا أو فلان العظيم لأنه مسؤولنا مثلا لا وإنما ما هو الهدف الذي يريد أن ينقلنا له هذا أفضل معيار للتقييم وأين نحن من هذا الهدف وصلنا ولا ما وصلنا اقتربنا ولا ما اقتربنا أفضل معيار للتقييم فلا بد أن تكون الخطة حاضرة طب الكوردينياتينج التنسيق ناس تشتغل إعلام ناس تشتغل تطوع ناس تشتغل عمل خيري طب هذا تشتغل في ضوء ماذا في ضوء ماذا ولكل واحد منفصل على الآخر ما الذي يجمعهم التعاون البينهم طب ما الذي يشبك ذلك التعاون وجود الخطة غابة الخطة بيغيب هذا التنسيق بصير وكأنه كل لجنة من هذا اللجان كل فريق من هذا الفرق حالة مستقلة بذاتها كأنها هي المنظمة وبصير يقول لو لا أنا ما صار للمنظمة وجود كل واحد بصير يقول عن حاله هذا الكلام إذا سمعتم تلك الظاهرة فاعلموا أن الخطة غايدة الربورتنج تقارير لما يجي نكتب تقاريرنا في ضوء ماذا من نكتب تقاريرنا والله عملنا اليوم نشاط طب هذا النشاط اللي عملنا هل هو في ضوء خطتنا هل هو مزمن ضمن خطتنا ممتاز سيؤتي أكله لكن إذا لم يكن ضمن خطتنا هي بارعا شي بسموه فرق بين الفاعلية والفعالية فعالية event هذا event بس فاعلية effectiveness متى بتتحول الفعالية لفاعلية إذا كانت مقترنة بخطة بتوصلنا قاعدة مع فعاليات أخرى بتوصلنا للهدف طب غابت الخطة بصير حركتنا كلها events أحداث events نشاطات وبالتالي نحن متحركين لكننا لسنا فعالين لسنا فاعلين عفوا إحنا فعالين فعال هيك نشيط ما شاء الله وحركة وحيوية لكن مش فاعل مش فاعل يعني كيف بتقيس إن قابة تقدم نحو المستقبل اللي نرسمه الخطة هذه البوستكورب البوزنج الموازنة التمويل أنا عليش بمويل حسب الأوزان شو وزن الإعلام شو وزن العمل التطوعي شو وزن الطباع أو التأليف في مؤسستي شو وزن التعامل مع المجتمع اللي أنا بستهدفه أفقيا كله كل شيء لوزنه وأنا بمويل حسب الوزن ما بمويل بالتساوي طب متى بمويل هيك بطريقة اللي بطلب بأخذ حسب الموجود إذا غابت الخطة بس إذا حضرت الخطة كله بأخذ وزنه إذن هذه بسموها مخ المؤسسة مخ المؤسسة بوستكورب غاب المخ تصبح المؤسسة شكلا جيب هس حسب فيش في بروسسر بشتغل ما شاء الله حسب وكيبورد وقبه وأسود ومزبط بس ما في بروسسر بشتغل ما بشتغل شكل قائم حسب اسمه حسب لكن ما في مخ فاللي برفع سعر الحسب المخ اللي بيعطيه قيمة مخ اللي بخلي سمعته بين الناس عابرة وبدفعه الناس قيمة لأجل أن يتعاملوا معه مخ الحسب نفس الشيء في المؤسسات نفس الشيء في الأفراد اللي مخه شغال هو معناته إنسان من سميه اليوم كيب بيرسون كيب بيرسون مش هو اللي بدور على الوظيفة جمعها الوظيفة اللي بتلحك فيه الوظيفة اللي بتطار دوراه بدوره عليه دوراه احنا كنا في شركة أورنج خدمت فيها 13 سنة حدثت حادثة سنة 2005 غيرت الشركة استراتيجيتها في ضوء الحادثة وبعيني قدام عيني صارت الحادثة وانا شهدت هذا الاستراتيجية الحادثة إنه أحد الأشخاص المميزين كيب بيرسون منسميه كان مسؤول عن تأسيس بناء منظومة لتقديم خدمة ما في وقت للحديث فيها لكن بشكل عام مختصر بناء منظومة لتقديم خدمة دربته الشركة علمته قدمته مميز لغته الإنجليزية كانت ذكي سبع سنين بالشركة ممتاز 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 تقديره السنوي فلما جبوه أهله أسس ذلك المشروع انطلقت الخدمة فنافست أورانج كل الشركات المحيطة فيها خاصة شركات الاتصالات بعد شهرين ثلاثة لما شاف إنه الزباين ما شاء الله مطر مطر من الزباين معناتنا بقدم شيء غير عادي للشركة زدولي الراتب رفضت الشركة تزيد راتبه كان طالب كأنه ثماممائة دينار زيادة للشهر كان يخد سبعمائة يصير الف وخمسمائة مش كثير يعني بالنسبة للعطاء اللي بقدمه قالوا له لا 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 أنت ما بصير تأخذ هذا الراتب إلا لما يمضي على عمرك الوظيفة عشر سنين هو عمره الوظيفة كم؟ سبع سنين قال باستقيل قالوا له نرفض استقالتك راح استقال رفع عليه دعوة كسبها وأخذ مستحقاته بعد ما خرجوا وأخذ كل شيء وبرأ الذنب شو صار بالسيستم؟ نزل الخدمة وقفت العشر موظفين اللي معه تعالوا يا جماعة يلا مين هيك يرد يفزي السيستم يخليهن هض ولا واحد فهذا الرجل بهذول العشرة الآن شو سوت الشركة؟ اضطرت تتعاقد معه سنويا بمبلغ ما لاقل عن مئة الف دينار سنوي ليش؟ لأنه كي بيرسون كي بيرسون طب هو اللي صار تلاحق وراء الشركات مو اللي يلاحق وراء الشركات لأنه كي بيرسون مخ اللي ميزه المخ اللي بتحرك المخ اللي بشتغل هذا اللي ميزه عن غيره ولذلك خرجت الشركة عندنا باستراتيجية يومها سموها كي بي تو كي بي يعني كي بيرسون تو كي بوزيشن وصار عندهم إدارة بالاستثناء المدير له صلاحيات الكي بيرسون كيفي وطنه كيفي ثبته إدارة بالاستثناء وكان عدد الموظفين خمس تلاف موظف وصلوا لألف ومتين موظف طب وين راحوا الثلاث تلاف وثمامية مش كي بيرسون مين ظل؟ الألف ومتين الكي بيرسون صاروا يأخذوا رواتب الخمس تلاف موظف ما هاي عندك عشر موظفين موجودين ما قدروا يساوي اللي بقدر يسوي هذا الموظف الواحد شوفوا كيف التفكير وذاك شو اللي بيغلي سعر الإنسان وقيمته وأداء وطرحه؟ البروسيسر الشغال نفس الشيء اللي بيغلي المؤسسة وقيمتها وبيصير حالة جاذبة المخ الشغال الأهداف المنشودة الآن هذا الأهداف أيضا هل هي محددة بطريقة دقيقة؟ وفعلا كل واحد عارف دوره؟ طب التغذية الراجعة هل أن نحن نموذج تقييم دائم؟ طيب البيئة المحيطة هل إحنا معدل تغيرنا في الداخل يواكب معدل التغير في الخارج؟ هيا بدها قرأة هذه المنظومة بدها قرأة وإحنا هذا اليوم شغالين عليه كيف يصير كنترول سيستم نظام سيطرة وعننا الإشارة الضوئية ثلاث لمبات أحمر أخضر أصفر أحمر شو يعني؟ خطر أصفر شو يعني؟ في مشاكل أخضر يعني الأمور نورمل ممتازة موش هيك؟ الآن منيش على العاملين؟ منقول كيف وفع العاملين؟ عددهم مهاراتهم كفاياتهم جداراتهم انتماءهم التزامهم رضاهم أحمر ولا أخضر ولا أصفر موه في عندي هون مؤشرات عامة بس في عندي هون مؤشرات فرعية على أساس أنه كيف يصير وضع العاملين؟ وأظلني أتبع وضع العاملين بشكل مستمر هذا السيستم رح يكون منيه شاشة حاسوب أمامي يعني أنا كإدارة كيف أشوف وين مؤسستي وين الحمار وين الخضار الخطة وين صار فيها حمار ترى اليوم الشهر الأول في الخطة خضار لكن من خلال إدخال البيانات وجدنا أنه الشهر الثاني صار شوية صفار بعمل دبل كليك على الخطة بشوف وين الصفار في أي منظومة في أي جزء من المؤسسة مع أي شخص وين صار الصفار وهكذا هذا بسموه إدراك الواقع المؤسسي فأي حمار موجود عنا في مؤسستنا بده إيش؟ نزف بده تضميد ولما نضمده معنات وحنا قاعدين منفرش الفرش المريحة لاستقبال أي فكرة تطويرية إذا كانت لا تلك الفرشة مخرمة في مؤسستنا سيبقى الأفكار وطرح الأفكار في طور الفلسفة لا أكثر ولا أقل ونصير نتحول من طور الفلسفة لطور الجدل المضيع للأوقات والمضيع للطاقات هذا نموذج من النماذج هذا أحد النماذج الذي يمكن تطبيقه وبسهولة تعظيم قيمة القائم مثلا في عنا نموذج ما يسمي سكامبر تستطيع إنك تنظر لأي فكرة قبل أن تفكر بالقرار فيها أن تنظر لها نظرة من سبع زوايا يعني أي فكرة بدك تيجي تناقشها الآن هذا النموذج بيعطيك سبع بدائل في كيفية التعامل مع الفكرة منطور القائم إيش بيقول لك بدل بدل تتبديل بدل طب إيش بدنا ندمجه بإيش ممكن هيكل بهيكل لجنة بلجنة فريق بفريق مهمة بمهمة اعمل دمت طيب في إيش بدنا نعمله تطابق وتكيف كيف في إيش بدنا نعدله ونطوره أو بدنا نكبر أو بدنا نظغر زوايا إذن أعطتنا زوايا حتى ما نظل نشطح يا جماعة يظل المسار ماله فاعل منتج في إيش بده نضعه باستخدامات أخرى بطو أثر يوز مثلا في إيش بده حذف في إيش بده إعكس إقلب وهكذا هذا تعطينا سبع نوافذ للتفكير في عنا نموذج آخر من سميه التخفف المؤسسي التخفف المؤسسي وهو قائم على مصفوفة مدى الجهد المبذول مقارنة بعبقرية الشيء اللي بنعمله أو زاويتين غير هذولة مدى التكلفة مقارنة بالقيمة الفنية التي يقدم هذا الشيء أنا الآن بدأت أخذ قرار بنظام نشتغل عليه طيب قديش تكلفة هذا النظام علينا عالية طيب كم قيمته الفنية لمؤسستي عالية معنى توين أجدت التقسيمة أجدت تقسيمة بهذا المربع إذن تقاطع جاني هون طيب الفكرة التي أريد أن أقرر فيها إذا جاءت بهذا المربع شو أفضل قرار في التعاون معها نعم هو أنت موجود عندك قائم قائم موجود عندك قائم أطورها أحسنها نعم طيب افرض إجت في المربع اللي هو القيم الفنية متدنية والتكلفة متدنية يعني بهذا مربع القيم الفنية متدنية والتكلفة متدنية إلغي مش هيك إذا كان موظف لا أعطيه فرصة صح بتدريب أو بتغيير وظيفة وبعد سنة إذا ما زبط قوله يا عم الله يسهل لك طب سيستم مش نلغي سيستم إعادة النظر فيه إعادة النظر فيه إذا كان فيه هناك إمكانية تعزيز قيمته الفنية رح يصل لهذا مربع طب إذا وصل لهذا مربع وشن سوي له قيم الفنية عالية حافظ عليه طب إذا وصل لهذا مربع منبذ الجهد منبذ الأوقات منبذ الأموال بس ما في قيم الفنية يلغي هذا بسموه الوركاوت هذا بسموه استراتيجية التخفف هذه هي استراتيجية التخفف لذلك تطبيقها ليس بالأمر الصعب وبصير عنا قراراتنا ما لها بسموه حتى قراراتنا موجها وأنا والله وصلت إلى مرحلة حابته أؤمن بطرح لعالم القرارات بسموه أبو القرارات هذا اسمه هيربرت سايمون واختلف معه تلميذه اسمه تشستر بيرنارد هيربرت سايمون شو بيقول يمكن للإنسان أن يصل لدرجة الرجد الرجد في اتخاذ القرار ترى مادة الرجد في القرآن مادة غنية مادة الرشد والرشاد في القرآن الكريم مادة غنية أهل العلم ما تناولوها وأعطوها حقها أنا لا أستطيع أتجرى عليها لكن تجرى عليها في علمي في إدارة لكن أتجرى عليها في القرآن أستشهد أستشهد إنا وجدنا قرآنا عجبة يهدي إلى الرجد شو معنى كلمة الرجد؟ راشنالتي تعرفوا شو يعني راشنالتي؟ عند الغرب أن تعمل الأعمال دون أخطأ معقول إحنا بشر إجاد شستر بيرنارد قلو إحنا بشر قلو حتى وإن كنا بشر قلو إحنا مش آلة قلو مين قل لك الآلة إنها ما بتخطئ الآلة بتحمى؟ بتعلق، بتوقف مين قل لك الآلة ما بتخرب؟ مين قل لك الآلة إنها مش ممكن تغالط؟ هي كيف الآلة بتغالط؟ أما البشر الما بغالط ولذلك في نظرية جديدة أيضا اسمها سيكس سيجما سيكس سيجما حتى عند اليابانين بقول لك اليوم بطن نتكلم عن نسبة بالمئة نسبة مئوية يعني والله كم نسبة الخطأ؟ قال والله 95% دقة و 5% خطأ 5% مرضي بالنسبة لنا قال اليوم أصبحنا نتكلم عن نسبة بالمليون مش بالمية يعني من كل مليون مهمة سيكس سيجما بتعطينا إمكانية إنه ما نغلط بأكثر من ثلاث وأربعة بالعشرة بالمليون مين بيستخدم هذه التقنيات اليوم؟ شركات الطيران أكثر من يستخدموا تلك التقنيات يعني ممكن الإنسان يصل لدرجة الرجد مثلا بريتش إيروز وسطة 6.8 سيجما مش 6 سيجما 6.8 سيجما يعني معدل الخطأ 0 معدل الخطأ 0 أما لما نقول 6.4 أو عفة 3.4 6 سيجما 3.4 معدل الخطأ ثلاث وأربعة والعشرة بالمليون منتأخر الطيارة بتقليع بتردترجع صار في عنا خطأ بالإقلاع صار عنا خطأ في disclasing هذا 6.4 من كل ما اليوم مهمة ثلاثة إذن ممكن ولا مش ممكن الرجد الرشد الرشاد مهم هذا كلام ونحن والله اليوم أول الناس لأنه هدرنا كثيرا عالمنا العربي يعيش حالة هدر غير عادية نحن بمسل حاجة لمثل هذا النوع من التفكير التطلع المستقبلي الأدار الرابعة التطلع المستقبلي في عنا مودل نسميه ست نوافذ مهمة ست نوافذ مهمة خاصة للي بدون انتشر أفقية مع المجتمع هذا بهمنا للي بدون انتشر أفقية مع المجتمع مثلا حاجات العمل أنا الآن كمؤسسة هل تحتاج احتياجات عمل؟ احتياجات دائمة شو المشروع؟ ما الهدف النهائي من هذا المشروع؟ ممكن نطلع تفكير ماركت ديماند ماذا يطلب السوق؟ الناس اللي احنا نستهدفهم ماذا يطلبون؟ في هناك ميزات تكنولوجية قاعد تتجدد طيب هل احنا مطلوب مننا نواكبها بمشروع؟ تطبيقات اليوم قاعد تتخزوا العالم هل احنا اليوم مطلوب مننا ان ننظر هذه النظرة؟ إيكوليجيكا الامباكت اللي هي بسموها المناخ التغيرات المناخية التأثيرات المناخية هل يمكن ان تجعل لنا مدخل للمجتمع الذي نستهدفه؟ اخر شيء الاحتياجات المجتمعية الحقيقية اذا اشتغلنا ضمن هذول الست نوافذ معناته انا قاعد اعمل عملية تطلع مستقبلي من خلال هذه النوافذ الستة اخر شيء ندخل اي فكرة تنتج عندنا في نموذج نسميه نموذج العمل الريادي وهو ضمن تسع نوافذ تسع نوافذ اعرضهم عليكم بشكل سريع واختم حديثي ان شاء الله تعالى اول شيء الفكرة ما هي القيم التي تحمله تلك الفكرة؟ القيم القيم المضافة القيم المضافة القيم المفترضة المقترحة التي تحملها تلك الفكرة بدي رسمها يعني كيف اهندس الفكرة؟ فيها تمرين ورح نشوف في هذا التمرين كان ممكن نشوف في هذا التمرين انه كيف واحد مش مهندس فكرته لما يطلقها ولا حد عبره لكن واحد مهندس فكرته لما يطلقها كل الأنظار تتشنف والآذان تسمع أول شيء بالفكرة لازم نفكر فيه شو هي القيمة المقترحة بعدين هل هي ضمن قدراتنا المالية cost structure وهل يمكن أن أعزز القدرة المالية بحيث أعزز تلك القيمة سموة التكلفة هيك للتكليف هل هذه الفكرة سيكون لها عائد عائد مادي عائد معنوي اللي هي revenue revenue stream هل عندي شركاء ممكن أشبك معهم خارج مؤسستي partners من نقابيين من اتحادات من مؤسسات من رمزيات من شخصيات علمية partners بدنا نأخذها بعين الاعتبار الفكرة الآن جبتها بس بدي هندسها هل هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تطبق تلك الفكرة يعني تصير واقع بسمول key activities هل هناك key resources بعض الموارد بدي أعززها موظف أوظفه مكتب أفتحه مؤسس أرخصها موارد هاي بسموها key resources هذه الفكرة شو هي customer segments شرائح المجتمعية اللي احنا بدنا نستهدفها فيها بدنا نوظف هذا المشتراح هذا الفكرة لابد أن تصل لتلك الشرائح المجتمعية والتشينلز اللي هي القنوات التي من خلالها نريد أن نصل لتلك الشرائح أو لنجعل تلك الشرائح تصل إلينا من خلالها وشو هي طبيعة العلاقة النهائية اللي بدأ أصلها مع تلك الشرائح يعني الفكرة وهندسة الفكرة نحن الفرق بين من يتكلم what 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 وبين من يكون عنده what why how اللي هو هذا النموذج النصل لمرحلة هندسة الفكرة لم نعرضها لمن يريدون أن يوافق عليها ستقنع وستصبح حيزة تطبيق إن شاء الله تعالى هكذا يحدث التطور وهكذا نكون إن شاء الله تعالى قابلين للتطور الدائم والحركة الدائمة أشكر لكم حسن استماعكم وسامحونا على يعني أنطلنا عليكم أو مللناكم بالسرد هذا ليس أسلوبنا السردي وإنما هو أسلوبنا التدريب إن شاء الله لكن طبيعة الفكرة طبيعة الإفنت تتطلب ذلك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم على ما قدم من معلومات قيمة والآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات لمن أحب ذلك شكرا للقسم الإداري على هذه المحاضرة القيمة حقيقة وشكر موصولي لأستاذ إبراهيم دكتور إبراهيم منسي على هذه المعلومات اللي يعني يحتاجها الجميع حقيقة الرئيس والمرؤوس تطرقت حذرتك كثيرا إلى الموضوع البروفيت الربحي يعني من وجهة نظر المؤسسات الربحية هنا الأمر قد يختلف يتقاطع في مساحات معينة مع مؤسسات غير الربحية لكن أكيد المؤسسات غير الربحية اللي هي أعتقد تهمنا أكثر تكون لها رؤى أخرى لأنه عفوا يعني مثلا المطلوب أو شو بده الجمهور هذه مساحة ضيقة في النون بروفيت في المؤسسات غير الربحية حذرتك بيانتنا الوات والواي لكن الهاو إحنا نطالبك أنه يعني يتوضح بشكل أكثر فيما يخص هذا الموضوع جزاكم الله خير وشكرا جسيلا يعني بداية كل مؤسسة هي تأخذ لقب مؤسسة سواء كانت ربحية أو غير ربحية وترخيص المؤسسة الربحية يأخذ مسارات ترخيص المؤسسات غير ربحية إلا في بعض الفوارق جهة الإشراف ما هي جهة الإشراف الآن المؤسسة الربحية لها مجلس إدارة والمؤسسة غير ربحية لها مجلس إدارة المؤسسة الربحية لها هيكل وغير ربحية لها هيكل المؤسسة الربحية فيها وظائف ووصف وظائف نفس الشيء وظائف ووصف وظائف مساحات مشتركة تصل لغاية 95% تبقى موضوع الرسالية الآن الرسالية التي تكون عند الربحية مقارنة بالتي تكون عند غير الربحية حتى بعض المؤسسات الربحية اليوم أصبحوا لا يذكرون في رسائلهم أي ذكر مادي أي شيء مادي بل متعلق بموضوع جذب الجماهير لها أنه إحنا بنخدمكم إحنا بنحطكم بعيوننا إحنا بنقدم لكم مثلاً ما يجي نقول مطعم سمى نفسه رومانسية يجي يقول لهم طيب حد بسمى مطعم رومانسية بس هذا يعتبر من أكثر المطاعم يعني عملاً في الخليج العربي الرومانسية لكن لما جيت على الشعار تبعهم أكل يحب قلبك يعني خاطب الجمهور بخطاب يشعر بقيمة ما يقدم له نفس الشيء أنا كشخص قائم على عمل غير ربحي لابد أن أخاطب الجمهور بما يشعر بقيمة ما يقدم له ما في فرق أبداً ولكن عملية التفكير الآن هي كيف عملية من شدة التفكير اللاربحي أصبحنا نعاني من أزمة المال في المؤسسات اللاربحية وبالتالي أصبحنا نعتبر الموارد الموجودة بين عيدنا هي غير كافية غير موجودة وبالتالي أصبحت أقل إبداع من المؤسسات الربحية لابد أن ننظر تلك النظرات سيكرتس الأسرار الموجودة في المؤسسات الربحية لا بأس بنقلها إلى الواقع اللاربحي بريكلينتون لما نزل عن الانتخابات الرئاسية نزل بطريقة جديدة مختلفة عن كل الرؤساء السابقين سواء في الديمقراطين أو الجمهورين لما جاء للرئيس حملته الانتخابية سألوا سؤال قلوا مين هو زبونك قال زبوني أنت فريق الحمل الانتخابي يتعامل مع كلينتون هو زبونه حقيقة قالوا طيب لما قل لك أرسم الهيكل المؤسسة تبعك وين بتحطني فإيجا رئيس الفريق رسم رئيس الفريق الإعلام الدعاية التشويش الإشاعة إلى آخر التصميم فريق كذا فريق كذا وحط بريكلينتون وين تحت قال له لو أنا زبونك بمعنى الكلمة هيكلك بصير بهذا الشكل قال أبوه معناته شو صار الزبون هو الرئيس أنا باتخذ قرار عشان الزبون وبالتالي لازم أروح أشوف شو بده الزبون عشان أتخذ قرار انقلبت الأحوال زمان كنا لا إحنا نساوي وإحنا نوجه الزبون وإحنا نعطيه عجبه عجبه ما عجبه شو الله جعل ما يجبه في غيره اليوم ولذاك الشعار كان putting customers first طب وسأقولوا يعني يعني طب كيف أنت راح تطبق هذا كلام في إدارتك القادمة للدولة إذا نجحت قال government like business حكومة تقدم الخدمة مثل ما بقدمها القطاع الخاص صح إذن ما في فرق وإنما لما تأهلت المنظمات الغير ربحية وأصبحت تفكر كما يفكر القطاع الخاص أصبحت لها حالات إبداع ما معنى how how إنك تنزل الأفكار إلى البزنس مودل اللي ذكرت لك يا بالأخير ضمن تسع نوافذ والآن تذهب باتجاه التنفيذ ما هي مشكلة هندست الفكرة الhow هندست الفكرة الwhat الظلك تسولف عليكم أن تفعلوا عليكم أن تفعلوا طب هندس لي الفكرة ستكون أكثر إقناع وستكون أكثر نفاذ لمتخذ القرن نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأستاذ إبراهيم منسي على هذه المحاضرة القيمة بالتأكيد هي محاضرة وليست دورة تدريبية فاضطر إلى الضغط ويصال المعلومات بشكل مباشر وأنا أتمنى إن شاء الله أن تعاد هذه المحاضرة وبحسب الوقت بتاعنا مع الأخوة في القسم الإداري على شكل دورة حتى ينتفع منها العاملون في مؤسسة الهيئة الأمر الثاني أنا أكمل على سؤال الدكتور أيمن سبقني إلى هذه الملاحظة غالبا من يتحدث في هذا الموضوع في التدريب الإداري والتطوير الإداري يأخذ الأمثلة من الشركة البزنس من الأعمال وهذا طبيعي جدا لأنه هذا النمط من الفن الإدارة والدورات التدريبية متأثر بلا شك بتطور هذا العلم وهذا الفن في العالم الغربي الذي يعتمد على موضوع البزنس وكما ذكرت قبل قليل أن الدولة أصبحت أو الشركات العامة تنافس الشركات الخاصة أو تقلد الشركات الخاصة فالأمثلة غالبا تأتي من الشركات وخاصة الربحية لما نأتي على مؤسسة غير ربحية الخطوط العامة متفقة المساحات المشتركة كما اسميتمها متداخلة ولكن 5% غير المشتركة أحيانا تحدث فرقا كبيرا من حيث الإسقاط فالمتلقي غالبا يسقط هذه الأفكار على المؤسسة التي هو فيها بدون أن يراعي الفوارق بين مؤسسته والمؤسسات الأخرى مثال نتحدث بشكل واضح وصريح بما أننا الآن في محاضرة في هيئة علماء المسلمين هيئة علماء المسلمين مؤسسة ولكنها ليست مؤسسة ربحية ولا يمكن أن ينطبق عليها أيضا نوصف مؤسسة غير ربحية لأن لها صفة خاصة تفرقها عن غيرها من المؤسسات وضعها الخاص أولا تداخل الأبعاد فيها السياسي بالديني بالدعوي بالإغاثي الخيري بالإعلامي الثقافي الاجتماعي وما إلى ذلك هذا يعني ليس هناك اختصاص واحد الأمر الثاني طبيعة الظروف التي تحيط بالمؤسسة أنها ليست مؤسسة في مكان واحد ولا فروع وإنما مؤسسة تستطيع أن تقول هي خارج البلد بشكل أساسي الجسم الأكبر منها في الداخل كأعضاء ولكن الإدارة مضضرة في الخارج صعوبة اجتماع يعني كل شركة مجلس الإدارة يجتمع ويقرر اجتماعات المجدولة والاجتماعات الطارئة هذا لا نستطيعه هنا فصير الاجتماعات الجزئية في مكان العمل أحد النقاط التي ذكرت أين في مكان العمل هنا في الأردن في تركيا في العراق إلى حد ما وما إلى ذلك هذا يفرض صعوبات كثيرة بحيث يمكن تصبح الأمور صعبة جدا أن تقاس بقيم عددية من حيث الانتاج والفاعلية وطبيعة العمل وما إلى ذلك ثم أيضا الرابط والصلة بين إدارة المؤسسة والمؤسسة فيها هي قائمة على أساس التطوع على أساس تقديم الخدمة من أجل هدف من أجل رسالة وليس من أجل وظيفة أو مردود مالي أو ما إلى ذلك فهذا أيضا يجعل الموضوع التخفف على سبيل المثال صعب جدا أن يحصل لأن موازناته هنا موازين وطرقه تختلف الفكرة سليمة وموجودة وأحيانا نقوم بها ولكن هناك محددات في إدارة ما مجلس إدارة المؤسسة يصدر قرار والقرار هذا واجب التنفيذ مؤسسة حكومية أيضا تصدر قرار وضربت أنت مثال بأورانج لما قررت التخفف تخففت تقريبا من ثلثي العاملين فيها مشتك أحد ممكن بعضهم رفع دعاوة قضائية ولكن أكيد التخفف تم بطرق قانونية وما إلى ذلك في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور إبراهيم منسي على ما قدم من معلومات أثرت هذه المحاضرة وكذلك للحضور الكريم وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة